كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر إيجبتس 2024 السيد موراي أوشين كلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أثناء على النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتصق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال